هذا ليس زلزالا من صنع الارض ولا فيضانا من هيجان البحر وانما اسرائيل مرت من هنا وكفى بذلك دليلا على جريمة الابادة التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة بحق البشر والحجر والشجر من زاهية الالوان الى الرمادية المائلة الى السواد حولت اسرائيل مدينة خان يونس الى مدينة اشباح بتدمير نصف مباني المدينة تقريبا وحرث شوارعها بجنازير الدبابات وهي ذاتها الجنازير الغليظة التي طحنت عظام المحاصرين في مجمع الشفاء الطبي خان يونس وغزة وكل القطاع المطل على شاطئ البحر المتوسط البحر الذي كان يمد القطاع بهواء الحياة بات الموت فيه روتينا لا يمل من خطف ارواح اهلها عدى النمار الذي اصاب كل شيء فيه حتى باتت غزة مكانا لا يصلح للسكن او الحياة شاهد العالم ولا يزال الى الحرب الاسرائيلية وهي تمزق حياة الفلسطينيين في غزة بتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والطرقات اي انها تدمر كل ما يتصل بحياة الانسان على هذه الارض لتصبح اسوأ من الصحراء القاحلة بتزايد الركام والرماد ورائحة الموت ولم يفق الفلسطيني من صدمة الجريمة الاسرائيلية الكبرى في مجمع الشفاء الطبي باعدامها عشرات المحاصرين قبل اسبوعين حتى قارب عدد الذين عثر عليهم حتى اللحظة 300 جثمان والعدد قابل للزيادة بعد ان اخفى الاحتلال اثار جريمته تحت الطراب وكلما انسحبت اسرائيل من منطقة في قطاع غزة بانت اثار لا يمكن ان تدل على شيء سوى اجرام اسرائيل وارهابها الذين يزدادان مع مرور الوقت دون ان تلتفت لنداءات دولية وحقوقية وانسانية مفادها ان ما يجري في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء ومن الشفاء الى خان يونس مرورا بجرائم الشجاعية وجباليا وبتحانون وبيت لاهيا والبريج والمغازي ورفح كلها تشهد على ان اسرائيل فعلت بغزة واهلها ما لم يتخيله عقل ولا يخطر على بال بشر لكن سكوت العالم وصمته على الحرب المستمرة منذ اكثر من 186 يوما يدفعها الى ان تفعل اكثر من ذلك بكثير موسيقى